النيران المصحوبة بالرياح القوية التي شهدتها الولاية الساحلية والداخلية أمس كانت كافية لتحول مئات الهكتارات من المساحات الغابية إلى رماد فبجايا لوحدها شهدت 33 حرقاً منها 7 حرائق مست غابات المنطقة فيما يخص الحرائق عامة 33 حرق 26 منها عبارة عن حرائق بسيطة للأعشاب اليابسة 7 حرائق هي حرائق غابات لتزيد الأضرار فيها عن هكتار واحد من الغابات وهي في المناطق مختلفة من ضوائر ولاية بجايا 30 متضرراً من النيران بولاية بومردس معظمهم من النساء والأطفال أصيبوا باختناق وصعوبة في التنفس بسبب أعمدة الدخان الناجم عن موجة النيران المهولة التي وضعت الطاقم الطبي لمستشفى ثنية في حالة تأهب قصوى تم تشجيل 30 حالة على مستوى الاستعجال الطبية وهذه الحالات كلها حالة إغماء، توطر نفسي، صرامات اختناق للغاج منها من انبعاث الدخان تم تكفل بهم ولا منشجل أي حالة خاطرة من حالة الحرق لا درجة أولى ولا غيرها التهمت الحرائق التي اشتاحت ثلاثة بلديات في بولاية بومردس أول أمس أزيد من ثمانين هكتاراً من الغابات مشكلة من أشجار مثمرة وأحراش وأزيد من عشرين خلية نحل فيما عرفت جيجل تزيوز البوليدة وتبازا نفس المصير وتبقى أسباب الحرائق إلى حد الساعة مجهولة